من النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح اول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر اسمه سبورتس اكسبو طبعاً عشرين تلاتة وعشرين هذا المؤتمر وهذا المعرض بيقام تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي ومدته من يوم اتنين وعشرين لحد يوم خمسة وعشرين فبراير خمسة وعشرين ده يوافق اظنه السبت وهيبقى في مركز المنارة للمؤتمرات طيب على هامش الافتتاح دكتور مصطفى مدبولي بدأ فيه تفقد اجناحة المعرض ومن بينها الجناحة الخاص بوزارة الشباب والرياضة جناح هي اتقانات السويس واللي تضمن تفاصيل القرية الأولمبية وده بجانب كمان الاجناحة الخاصة بعدد من الشركات والنوادي الرياضية وكمان جناح المبادرة الرئاسية درجتك صحتك الدكتور مصطفى مدبولي بيأكد على هامش هذا الافتتاح ان صناعة الرياضة تعد سبب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم بالشراكة مع القطاع الخاص خد بالك كلمة صناعة الرياضة دي دي كلمة جديدة علينا يعني احنا طول عمرنا نتكلم عن الرياضة بشكل عام وعلى اهمية الرياضة والانشاطة الرياضية سواء اذا كانت جوا النوادي مركز الشباب المدارس الاخ 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 اما مسألة صناعة الرياضة فده مصطلح مش بس جديد هو مصطلح مهم علينا هنا في مصر يعني على سبيل مثل انت لما بتيجي تشوف مثلا ان النوادي بتاعة الكرة اللي موجودة في اوروبا احنا هنا بنتكلم على صناعة حقيقية يعني بيتحسب هذا النادي حجمه التسويق قد ايه نتيجة اسعار اللاعبين النادي ده هو بيقدر يحقق ارباح قد ايه من وراء الرعاية والاعلانات والمشاركات وما الى ذلك علشان كده بتبقى النوادي دي احنا بنسمع يقولك ايه مش عارف النادي الفلاني تامنوا كذا ده النادي العلاني مطروح للبيع بسهر كذا القصة دي عمرها ما كانت موجودة عندنا طيب هل المسألة بس متعلقة بفكرة نادي الكرة وسعره ولا الرياضة بشكل عام وازاي الرياضة نقدر نحولها الى صناعة وصناعة مربحة بخلاف انها ايضا صناعة جازبة للسياحة ايه بفي عندك سياحة رياضية واحنا جربنا ده قبل كده فبطولة العالم لكرة اليد